مشاهدين ننتقل الآن إلى اجتماعي الثامن لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكراني بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية وكلمة لوزير الدفاع الأمريكي لودي أسطن إن كنت أعرف أن هذا الاجتماع سوف يقوي اتحاد إذن سنسمع منه خلال دقائق ينضم إلينا هنا شخصيا صديقي العزيز وزير الدفاع ونائب رئيس الدفاع الأوكراني يسرني وجود كل هؤلاء القاضة سويا هنا في هذه القاعدة والآن أعرف أننا طبعا نعبر عن تعزينا وأسفنا لسقوط طائرة الهيليكوبتر بأوكرانيا وخسارة الأرواح أثمين بمن فيهم وزير الداخلية الأوكراني خالص تعزينا لكم ولكل العائلات التي تأثرت بهذه المأساة نجتمع هنا في وقت به توترات انظروا إلى الطاولة وانظروا إلى الإرادة والعزيمة والاتحاد القائم بين هذه الدول خمسون دول انطفضت لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وردع التهديدات المستقبلية لم نتمكن من ترك هذا الغزو الذي بدأ قبل 11 شهرا غزو غير مبرر وغير مسؤول على أوكرانيا بوتين لم يتخيل بسالة الشعب الأوكراني ولم يتخيل مدى براعة القوى العسكرية الأوكرانية ولم يتخيل كم أن كل واحد منكم هنا سواء هنا في هذا الاجتماع أو من بين من يشاهدون على الشاشة لم يتخيل مدى التعاون والوحدة في صفوفنا نحن الآن نواجه لحظة حاسمة في مصير أوكرانيا ولحظة حاسمة في مصير هذه الحرب سوف نستمر في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك القوى الروسية قد زادت من هجماتها الضارية وقتل الأبرياء الأوكرانيين بروح وحشية ورأينا خيارهم قبل بضعة أيام حيث أن كانت هناك هجمات صاروخية روسية على مباني سكنية وقتل حوالي 46 مدنيا بما فيهم الأطفال قوات الكريملين تستمر في قصف المدن الأوكرانية والمدنيين واستهدفت محطات طاقة، مسارح، موادي واستادات رياضية والمباني الأثرية التاريخية في أوكرانيا الهجمات الروسية تستهدف قتل الروح المعنوية الأوكرانية ولكنهم قد فشلوا حيث أن الشعب الأوكراني قد كان مصدر إلهام للعالم برمطي حتى الآن في حين أن روسيا تستنفذ أخائرها وتعاني من خسائر الجمة كما أنها تحاول الحصول على أي دعم من شرقائها القليلين المتبقيين وحتى إيران وكوريا الشمالية لا تريدان الاعتراف بأنهما يساعدان روسيا إذن نستمر في دعم أوكرانيا الحرة والسيادية أنا فخور أن الولايات المتحدة قد عززت من أنظمتها العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا ففي الشهر الماضي أعلننا عن تقديم أنظمة باتريوت والبطاريات والذخائر المطلوبة كما أننا أيضا قدمنا مركبات مدرعة للمشا من ضمن حزم المساعدات الأمنية اليوم يسرني أن أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية التي سوف تقوي من عزيمة أوكرانيا على أرض المعركة هذه الحزمة تساوي 2.5 مليار دولار وهي الأكبر 26.7 مليار دولار تم تقديمهم لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وهنا نقدم قدرات عسكرية جوية إضافية لنساعد أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها وعن فضائها الجوي حيث قدمنا لهم أنظمة أفنجر الجوية وهذه الحزمة الجديدة أيضا سوف تساعد أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الطارئة من أجل وجود مركبات مدرعة و59 برادلي وتسع مقاتلات 53 نظاما جديدا و350 من المعدات وهذه الحزمة الجديدة أيضا سوف تقدم آلاف المساعدات الجديدة إذن الولايات المتحدة ستظل عازمة على الريادة في هذا المجال ونقوم بكل ما يساعنا من أجل أن نضع أوكرانيا في الدفاع عن نفسها كما آننا سنستمر في تقديم الأسلحة والتدريبات للجيش الأوكراني وذلك مع التضافر مع الاتحاد الأوروبي وغيرهم الولايات المتحدة تعزز من دعمها من خلال عدة جبهات مختلفة ونضع أيضا الأولوية للتعاون مع الجيش الأوكراني ونحن فخورون بمناصرة قيمنا بالتعاون مع حلفائنا والشركائنا في الدفاع عن أوكرانيا ومساعدتها في الدفاع عن نفسها بولندا أيضا قدمت مركبات مدرعة وقامت بتدريب الجيش الأوكراني وقدمت المساكن والملاجئ للاجئين الأوكرانيين كما أن ألمانيا أيضا أعلنت عن تقديم أنظمة باتريوت لأوكرانيا وألمانيا سوف تقوم أيضا بتقديم مدرعات للمشاة في أوكرانيا وفي الأسبوع الماضي أعلنت كندا عن تقديم ناسم أنظمة ناسم لأوكرانيا هذا استثمار هائل في أوكرانيا للدفاع عن فضائها كما أن هناك منح بي اي ميكس سين والكثير من الدول الأوروبية أعلنت عن مبادراتها التدريبية الخاصة من ضمن مفوضية المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بالنسبة لمنح الأنظمة الجوية رأينا أن هناك بالفعل نتيجة ملموسة لهذه المجموعة واجتماعاتها مجموعة الاتصال الخاصة بدعم أوكرانيا وسنستمر في مناقشة الوضع على ساحة المعركة والاحتياجات وعلى مقدمتها الأنظمة الجوية والمركبات المدرعة بالإضافة إلى مبادرات التدريب والحصول على بيانات من أجل تعزيز القاعدة الصناعية لتصنيع الأسلحة والمعدات والذخائر وسنسمع اليوم من العديد من الدول بشأن الدعم المستمر لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها سيداتي وسادتي مرة أخرى هذه لحظة حاسمة حيث أن روسيا تعيد حجد قواتها وتعيد التجنيد وتحاول أن تعزز من قدراتها ونحن الآن لا يمكننا أن نتهاون بل السبيل الوحيد هو أن نعزز وننطفد مزيدا من أجل الشعب الأوكراني الكريملين يرقبنا عن كثب والتاريخ بأكمله يضع عينه على ما نقوم به الآن ولذلك لن نتزعزع في إرادتنا والعزمتنا في مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا وغزوها الإمبريالي على أوكرانيا يشرفنا اليوم وجود ضيف خاص معنا وهو رئيس زيلنسكي رئيس أوكرانيا فروحه الباسلة هي التي ألهمت الشعب الأوكراني وألهمتنا جميعاً هو بالفعل يجسد روح أوكرانيا حيث أنه أخبر كونغرس في الشهر الماضي بأن أوكرانيا حية وقوية الرئيس زيلنسكي تفضل شاركنا برؤاك مع هذه المجموعة شكراً لكم وشكراً على تقديمكم التعازي لشعبي السيدات والسادة إذن أشكركم على وحدتكم في مساعدتنا وأشكركم على دعمكم لنا رأينا النتائج على أرض المعركة شكراً لكم شكراً لكم واتحادنا سيصبح أقوى وأقوى بكم وبوجودكم معنا ولكن هل لدينا المتسع من الوقت؟ أبداً لا يمكننا أن نضيع الوقت في النقاش والحديث بينما أن هناك الإرهاب والفزع بين مواطنين الحرب التي شنتها روسيا هي ليست حرباً على أوكرانيا فقط أنا أشكركم مئات المرات وأشكركم على كل ما تم حتى الآن وأشكركم مئات المرات على ما ستقدمونه لنا إذن قدمتم لنا ما نحتاجه من أجل حماية مواطنين والمدنيين ضد روسيا وغزوها لقد قدمتم لنا كل ما نحتاجه من أجل حماية شعبنا ضد هذا الإرهاب والترويع قدمتم لنا الأنظمة الجوية والذخائر والمدرعات وهذا من شأنه أن يساعدنا على الانتصار وسوف ننتصر سيداتي سادتي يشرفني أن أتحدث إليكم في هذا الوقت الحاسب ونحن كوزراء الدفاع ووزراء عسكريين سوف ندافع عن كل ما يهدد حريتنا نحن ندافع عن أوكرانيا من أجل شعبنا ومن أجلكم أيضاً هذا هو المستقبل مستقبل أطفالنا وأنا واثق من دعمكم وواثق من وقوفكم بجانبنا أنتم لا تريدون وجود مثل هذه الحرب في دولكم وتهديد أطفالكم كما لا تريدونها لنا إذن نحن ندافع عن أوكرانيا لا فقط من أجل أوكرانيا بل من أجل العالم بأكمله روسيا تريد أن تدمر الدول وتدمر الجميع وتقسم بيننا وتدمر القانون والقيم الإنسانية نحن ندافع عن أوكرانيا من أجل الدفاع عن هذه القيم ومن أجل إبراز هذا للعالم روسيا تعيد حجد قواتها وتحاول أن تقنع الجميع أن الكراهية من الممكن أن تكون أقوى من اتحاد العالم وهذا ما أقوم به أنا وأنتم من دفاع عن هذه القيم وعلينا أن نقوم بذلك بشكل أو بآخر هذا هو ما نريده لشعوبنا نريدهم أن يعيشوا حياة مليئة بالحب مليئة بالأمل بالحرية وسوف نستمر في الدفاع عن أوكرانيا من أجل ذلك من أجلنا ومن أجل كل واحد منكم لكل من يؤمن بأن الشر والكراهية يخسراني دائما ولا يجب أن يخسر بالفعل سيداتي وسادتي أنتم القادة الأقوية وتمثلون دول قوية أقدر لكم جزيل التقدير ما تقومون به الآن وما قمتم به في الفترات الماضية لقد سلبتم روسيا من قواتها ويمكنكم أن تعززوا من هذا الضغط وتزيدوا منها حتى لا نساوم أبدا على ذلك بل أن نستمر في الضغط عليها يمكنكم أن تستمروا في تقديم الزخائر والمعدات لنا وأن تعدونا بالقيام بذلك أنتم قادرون بالفعل على تقديم هذه الزخائر والصواريخ طويلة المدى التي نحتاجها فأنتم شجعان كشجاعة وبسالة جنودنا على الجبهات الحرب الجنود والبحارة وكل القاضاء العسكريين الجميع يشكركم للدفاع عن الحرية سلافا أوكرانيا شكرا لك سيد رئيس نعم سوف نستمر في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ونعم سنستمر في الدفاع عن المبادئ بأن العنف لا ينجح ولا يفوز أبدا وسوف ندافع عن الحقوق والمسؤوليات والقيم شكرا لك على تواجدك معنا اليوم والآن نتوقف لدقيقة لخروج الممثلين الإعلاميين إذن مشاهدين الكرام كانت هذه كلمة لوزير الدفاع الأمريكي وأيضا للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاع عن أوكرانيا وتنسيق المساعدات العسكرية والتي جاء من ضمنها التأكيد الأمريكي على استمرار الدعم معتبرا أن الدول الدائمة لأوكرانيا في مرحلة حاسمة ومصرية في الحرب أيضا أعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار لأوكرانيا ومساعدات عسكرية من كافة الدول تقدمت أيضا مساعدات مماثلة أيضا كانت تداخل الرئيس الأوكراني عبر تقنية الفوديو موجهان شكره إلى وزراء الدفاع وبلدانهم على الدعم الذي يقدمونه